اشتركوا في القناة حاجة اسمها تحليل التوازن في الاقتصاد او هنبتدي في الاول نعرف يعني ايه التوازن التوازن معناه يشير التوازن الى الوضع او الحالة التي يكون فيها او التي تكون فيها قوى العرض والطلب على السلع عند وضع الاستقرار الذي لا يرغب احد في تغييره كما يعرف بانه التوافق بين رغبات المنتجين ممثلة في منحنة العرض ورغبات المستهلكين ويمثلها منحنة الطلب يعني التوازن هو الحالة اللي بيكون فيها العرض والطلب عند وضع الاستقرار بحيث لا يوجد رغبة في التغيير وهناك مفهومين للتوازن هما المفهوم الاول للتوازن هو التوازن المستهدف وهو يعني محاولة تحقيق مستويات معينة مستهدفة لمتغيرات اقتصادية معينة مثل تحقيق معدل معين لنمو الدخل القومي او معدل نمو التوظف او معدل نمو الصدرات او غيرها ويطلق على هذا النوع من التوازن بالتوازن الامثل او الاوبتيمال اكوليبريام يبقى التوازن المستهدف ده معناه هو التوازن اللي بيستهدف تارجت معين او بيستهدف معدل معين لنمو الدخل القومي او هدف معين ده التوازن المستهدف التوازن غير المستهدف ممكن يحصل توازن وما يحققش لهدف او لا يحقق الاهداف او المؤشرات المرجوة يبقى ده التوازن غير المستهدف هنتكلم عن مستويات تحليل التوازن عندنا بنتكلم في مستويين المستوى التوازن الجزئي اللي هو المايكرو ايكوليبريم ده اللي بنقصد به دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية على انفراض المستهلك او المنتج زي ما درسنا قبل كده التوازن المستهلك او توازن المنتج وكذلك الاسلوب الذي يعمل به الصوق بعيدا عن باقي الاسواق على المستوى الجزئي بندرس سلوك اليهو حالة الاقتصادية على انفراض وعندنا اللي هو المستوى الماكرو او التوازن الكل الماكرو ايكوليبريم اللي بنحدد فيه مستوى الدخل القومي او المستوى التوازنية على مستوى الدخل القوم طيب اتو centralizedي التوازن الجزئي بها هنبتجي نتكلم في التوازن الجزئي في تحليل التوازن الجزئي بندرس توازن السوق نشوف الكمية المطلوبة والكمية المعروضة والسعر اللي بيحقق التوازن بينهم وعشان نوصل للتوازن على المستوى الجزئي في خطوات او الخطوة بنحدد متغيرات النموذج او تحديد بتاعتي اللي هي المتغيرات المتغيرات عندي هنا في تحليل توازن السوق تلات متغيرات المتغير الاول هو الكمية المطلوبة كيو دي واختصارها كيو دي اللي هي كوانتاتي ديماندت او الكمية المطلوبة والمتغير التاني هي الكمية المعروضة الكيو اس وياختصار كوانتاتي سابلايد والمتغير التالت هو البرايس او سعر السلعة رقم اثنين بعد ما حددنا المتغيرات بنوضع الفروض يبقى وضع الفروض الاقتصادية اللي هي الايكانوميك السامشن الايكانوميك السامشن هنا اللي هو شرط التوازن الافتراض ان الكيو دي اكوال الكيو اس او الكمية المطلوبة وتساوي الكمية المعروضة الخطوة اللي بعد كده من خطوات تحديد التوازن اللي هو تحديد الشكل الرياضي للنموذج اللي هي الماثيماتيكال فورم الشكل الرياضي ده بنترجم فيه الفروض والمعطيات الى معادلات رياضية. يعني بنحط دلة الطلب بالشكل ده. دلة الطلب اللي هي اختصارها بتساوي ايه? ده السابت الدلة او الجزء المقطوع من المحوال الرأسي. ده ميل الدلة. ب ده اللي هو ميل الدلة. وبي اللي هو اللي هو المتغير المستقل. يبقى الكمية المطلوبة دلة هنا في السعر. الجزء المقطوع من المحوال الرأسي اللي هو الانترثيبت اللي هو هنا ايه? وبي هنا اللي هو ميل دلة الطلب. وميل دلة الطلب ده هنا بالسلب لان العلاقة بين السعر هنا والكمية المطلوبة علاقة ايه? هنا علاقة عكسية. والميل معناه هو المقدار الذي تتغير به الكمية المطلوبة عندما تغير السعر بوحدة وحدة. وفيه هنا قيد على معلمات الدلة هنا اللي هو الانترثيبت اللي هو ايه? والميل اللي هو بي فيه قيد عليهم ان هم لازم اكبر من زيرو يعني موجب. يعني الاركام دي بنفترض ان هي آآ موجبة. طيب ده يبقى كده دي شكل دلة الطلب. هنحط بعد كده دلة العرض ودلة العرض برضو اللي هي هنا افترضنا هنا ادي ده اللي هو الانترثيبت بتاع دلة العرض او ودي هنا اللي هي هنا بالموجب ده ميل دلة العرض. دي هنا دي موجبة ميل دلة العرض لان العلاقة بين الكمية المعروضة والسعر بي علاقة طردية. وبرضو السيوت دي هنا حطينا عليهم قيد ان هم اكبر من الزيرو معناهم ان هم لازم يبقى موجبين. وشرط التوازن عندنا هنا شرط التوازن هنا آآ اللي هو الكيو دي اكوال الكيو اس. طيب نشوف الخطوة اللي بعد كده بنعمل اللي هو التنثيل البياني للنموذج او الجرافيكال موديل. از تظهر هنا دلة تطلب في الشكل البياني بميل سالب اللي هو سالب بيه. وبجزء مقطوع من المحور الرأسي اللي هو الموجب ايه. وتزهر دلة العرض ايضا بميل الموجبة. الميل بتاعة دلة العرض لان علاقة طردية آآ بلاس دي. وجزء مقطوع من المحور الرأسي مينس سي كما بالشكل التالي. هنا هنشوف التوازن في الشكل التمسيلي البياني. ليه? التوازن. هنحط على المحور الافقي هنا. كمية المطلوبة والكمية المعروبة كيو دي واند كيو اس. وعلى المحور الرأسي هنا هنحط البرائس على السعر. وده ده ده الطلب. ده من دي دلة الطلب هاي كيو دي ايكوال اي مينس بي اي. وهنا الانترسيبت هنا او الجزء المقطوع من المحور الرأسي هو اي. وبعد كده هننزل هنا ده المحور آآ دوت ده منحانة العرض. ودي دلة العرض كيو اس ايكوال مينس سي بلاس دي آآ بي. والانترسيبت بتاعها او الجزء المقطوع من المحور الرأسي هو مينس سي. وهنا دي نقطة الاصل اللي هي الزيرو. وهنشوف كمية التوازنية هنا اللي هي كيو بار او كيو شرطة دي. وبعدين ده السعر التوازني اللي هو بي شرطة يبقى ده تمثيل البياني لدلة التوازن. بنرسم العرض والطلب ونكتب على منحانة طلب الدلة الطلب هنا ايه? وعلى العرض بنكتب دلة العرض ونشوف التوازن بتاعنا. ده السعر التوازني ودي الكمية التوازنية. طيب الخطوة الخامسة بقى بعد التمسيل البياني ده الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة. الحل الرياضي اللي هي هنا حل الرياضي ان احنا بنجيب قيم المتغيرات اللي بتحقق شرط التوازن بنحسب كيو دي وكيو اس وبي اللي بتحقق شرط التوازن. طيب هنبتدي هنا ناخد مثال رقم واحد عندنا بيقول لك اذا كان لديك نموذج السوق الاتي. ادي دالة اه الطلب كيو دي اكوال اي مينس بي اي. ودلت العرض كيو اس اكوال مينس سي بلس تي بي. والمطلوب هنا ايجاد سعر وكمية التوازن كده بالرموز من غير ارقام. طيب الحل هنعمل ايه? شرط التوازن عندنا كيو دي اكوال كيو اس الكمية المطلوة بتساوي الكمية المعروضة. فانا هنا هشيل كيو دي هنا واعبر بالدلة بتاعتها هنا هي. اي مينس بي اي وهشيل الكيو اس هنا وهحط الدلة بتاعتها هنا اللي هي مينس سي بلس دي بي. وبعدين اعبر هجيب السعر التوازني يعني هعبر عن السعر بدلالة بقية المعلمات فهنقل هنا اه مينس بي اي هنقلها الناحية التانية يبقى هقول اه دي اه هنا دي بي بلس بي اي هساوي اي بلس سي وبعدين اخد هنا البي عامل مشترك هنا هاخد البي عامل مشترك اهي اه وبعدين هيبقى بي دي مضروبة في دي ذائد بي بي ساوي اي بلاس سي بعد كده البي شرطة دي او بي بار ديت التوازنية هتساوي اي هنقسم ده اي بلاس سي مقسم على اللي هو المقدر ده دي زائد بي. يبقى ده الشرط اللي هيديني التوازن. يبقى ده ده كده لو انا عوضت عن القيم ديت في المسألة هيديني الكمية السعر هنا التوازني بي بار. طيب السعر التوازني هنا طبعا اللي هو بي بار حصلنا عليه بدلالة بقية معلمات النموذج. يعني خلينا السعر هنا دالة في بقية المعلامات اللي هي النموذج اللي معلمات النموذج اللي هي الثابت والميل بتاع دالة الطلب ودالة العرض. طيب احنا بقى هنعمل ايه بقى? هنجيب الكمية التوازنية اللي هي كيو بار عايزين الكمية التوازنية. هنعوض في اي معادلة الطلب او العرض فهنا هعود في معادلة الطلب اللي هي اي مينس بي في بي في بي. فطبعا بي هنا اللي هي التوازنية ديت اللي احنا لسه مطلعينها في الاصلاد اللي فات ده لقيمة السعر التوازني في معادلة الطلب. هيديني هنا ايه بقى? هاوصل للشكل دي ان انا هنا هضرب البي في اي زائد سي فالبي دي لما تضرب في ال اي هتبقى بي اي. والبي تدرب تاني في سي هتبقى بي سي وبعدين اقسم على بي زائد دي. طيب لسه عندي ايه? عايز اتخلص من اي ديت. فهوحد المقامات هنا على بي لس دي. فلما هوحد المقامات يعني هضرب في بي زائد دي هنا دي. هضرب ها فوق في بي زائد دي وتحت في بي زائد دي كاني ضربت في واحد يعني. كاني ضربت في واحد ما عملتش حاجة. فااااا والمقدار ده هينزل زي ما هو. فده هحصل على اي بقى لما هضرب اي ديت في القصده هيبقى اي في بي هيدينا اي بي. وبعدين اي في دي هيدينا هنا اي دي. وهنا اي بي اي بي هي دي بي اي هي هي. اي في بي هي بي في اي. اهي اي بي بسمع الترتيب. زائد هنا بي سي. طيب كل ده مقسم على بي زائد دي. لو شايفين هنا اي بي اللي هي باللون الاحمر دي. هتطير مع الاي بي. اللي هي السليبة دي. هيتبقى عندي اي بقى? هيتبقى عندي اي دي بلاس بي سي على بي زائد دي. اهو. يبقى اهو دي الكمية التوازنية كيوب بار دي. هتسوي اي دي اللي هي دي. اهي? مينس اهو ده مينس ده مينس بي سي على بي زائد دي. طيب هنشوف ده نتأكد ده مينس ولا ولا بوزوتف يعني. ولا بلاس. يبقى هحل هنا بالمثال المفروض اجيب سعر التوازن وكمية التوازن للنموذج التالي. النموذج التالي بيقول لي ايه? كيو دي اكوال اه 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 اتين تمنتاشر مينس بي. اه مينس تو بي. وكيو اس هنا بتساوي اه ماينس سيكس بلاس سيكس بي. طب الحل هنا بقى عايز ايه? سعر التوازن وكمية التوازن. في اول طريقة عندي اللي احنا اخدناها معضة طريقة التعويض. هقول الكيو اه شرط التوازن عندي كيو دي اكوال كيو اس وبعدين اعوض بالكيو اه دي الكيو دي اهيه. تمنتاشر مينس بي سي والكيو اس ماينس سيكس بلاس سيكس بي. وبعد كده هجيب ارقام في جنب لغاية ما حصل على ان اللي هنا السعر التوازني هيساوي تلاتة. يبقى السعر التوازني اللي هو بي بار حطيت عليه بار كده شرطا اللي هو السعر التوازني. طيب هعوض بالسعر ده في اي معادلة العرض والطلب هيديني هنا كمية التوازن اللي هي طلع هنا اتناشر. يبقى السعر التوازني عندي اه تلاتة وكمية التوازنية او لضحاء التوازن هنا اتناشر. طيب لما اجي اعمل التمثيل البياني زي ما قلنا ادي على المحور الافقي الكمية المطلوبة والمعروضة وعلى المحور الرأسي هنا اللي هو البي وبعد كده ده 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 اللي تطلب اهيه وبعد كده ده الجزء ده اللي هو الثمنتشر ده اللي هو السابت ده في الدلة دي وبعدين ده ايه ده لدلة العرض هيك يو اس اكوال ماينس سكس بلاس سكس بي طبعا السابت الانترسبت بتاعها اهو بدء من السالب من تحت الزيرو لان هنا هنا الزيرو دي نقطة الاصل وفين التوازن بقى ادي التوازن اهو يبقى الكمية التوازنية طلع معنا طلعت كام 12 والسعر التوازنية طلعت 3 كده ده السعر التوازنية دي الكمية التوازنية ده التمثيل البياني لحالة التوازن طيب نشوف عندنا ايه? في عندي طريقة تانية لإيجاد التوازن اسمها الطريقة المباشرة. في الطريقة المباشرة اللي انا طلعتها هنا البي بار هنا. السعر التوازن بيسوي اي بلاس سي. خلي بالك اي ديت? اللي هي السابت. السابت بتاع دلة الطلب. الانترسبت. بلاس سي اللي هو السابت بتاع دلة العرض. على دي اللي هو ميل دلة العرض بلاس بي ميل دلة الطلب. ده اللي احنا توصلنا اليه في اللي اللي فاتت. لو عوضنا بالارقام دي بس مع افتراض ان كل الارقام دي موجبة احنا حطينا عليها خيض الشرط ان هي موجبة. هيطلع هنحصل على السعر التوازن اللي هو تلاتة زي ما طلع بطريقة التعويض بالزبط. دي بتدي نفس الحل بس بطريقة مختصرة على طول. طيب وكمية التوازن هنا كانت اي دي ماينس بي سي. اي دي ماينس بي سي. آآ طبعا هنا على بي دي. لما هنتدينا هيبقى هنا الاشارة دي سالبة لانا كنت بقول هنتأكد دي الاشارة دي سالبة. هنحصل على هنا ان كمية التوازن هنا بتساوي اتناشر. يبقى دي الطريقة اللي بتجيب لك على طول كمية توازنية على طول. وده المعدلة اللي بتجيب السعر للتوازنية على طول دي كده اسمها الطريقة المباشرة. طيب مسال تاني. هناخد مسال رقم اتنين. اوجد سعر وكمية التوازن للنموذج التالي طيب الحل هيبقى ايه? طبعا هستخدم الطريقة المباشرة على طول اهو هقول بي اللي هي الطريقة المباشرة للسعر للتوازن اي بلاس سي المعدل اللي فوق دي على دي بلاس بي لما بعوض بيهم على طول خلي بالك اي دي التلاتين دي كده اللي هي الاي ايه اللي هي السابت بتاعة دلة الايه? الطلب. والاتنين دي اللي هي البي دلت الطلب وبفترد ما ليش دعها بالماينس دي انا بفترد ان كلهم موجبين. فهنا حطت هنا الايه هنا اهي تلاتين والسي هنا دي السي هنا هنا ستة اللي هي دي بس طبعا ما افترد ان هي موجبة على اتنين زائد ايه خمسة اللي هما الدي والبي دول. الاتنين والخمسة دول. يبقى احنا دلوقتي اعرفنا القاتلية المباشرة هتديني السعر خمسة بوينت اربعتاشر من مية. ده سعر التوازن. ولو جبنا كمية التوازن برضو اهي اي دي ماينس بي سيب على بي بلاس دي. هنحصل على الكمية التوازنية برضو اهي تسعتاشر اه بوينت سيفن. يبقى دي الطريقة المباشرة لايجاد التوازن على طول. طيب لو حلينا نفس التمرين ده بتريقة التعويض ان هي كيو اس بتساوي كيو دي وننعوض بدل كيو دي اهي كيو دي عندي اه تلاتين ماينس تو بي وكيو اس ماينس سكس بلاس فايف بي. ونفضل طبعا ننجيب السعر لما السعر هتلع خمستاشر واربعتاشر من مية زي ما طلع هناك. وبرضو نفس الكلام هنعوض بالسعر التوازني في اي من معدت العرض او الطلب. هنحصل على الكمية التوازنية لهاية تسعتاشر والسبعة من عشرة. دي نفس النتيجة اللي طلعت بالطريقة اللي فاتت. يبقى هنا فيه طريقتين اهو لاجادة التوازن طريقة التعويض والطريقة المباشرة. طيب التمسيج البياني هنا هدي اهدي المحور الافقي اللي عليه الكمية المطلوبة والمعروضة والمحور الرأسي اللي عليه السعر. هنحط دلة الطلب اهيه زي ما موجودة في المسألة عندنا اهيك ودي باكوال تلاتين آآ اه تو بي. وآ دي دلة الايه? ده كده الانترسيبت اللي هو التلاتين ده. ودي ده العرض دي الدلة اهيه? وده الماينس سيكس اللي هو الانترسيبت بتاع دلة العرض. وبعدين دي نقطة الاصل هاو الزيرو. بعدين الكمية التوازنية هنا طلعت كيو ستار هنا او كيو آآ بار تسعتاشر وسبعة من عشرة والسعر التلاتين على خمسة واربعتاشر من مية. كده يبقى احنا آآ كده في المحاضرة دي تناولنا آآ فيها مفهوم التوازن. وخدنا التوازن الجزئي آآ ازاي تحدد الكمية التوازنية. الكمية المطلوبة وكما معوها بطريقتين طريقة التعويض والطريقة والطريقة المباشرة. ازاي تمثلهم بيانية. في المحاضرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن اثر الضرائب والاعنات على التوازن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.